رب سائل يسأل كيف لي أن أعيش في الدنيا آمنا سعيدا عندك ثلاثة أمور انتبه لها جيدا الأمر الأول اسمع وأطع ربك فيما أمرك اثنين اسمع وابتعد عن كل ما نهاك عنه ثلاثة فوض أمرك لله اطرح قلبك بين يدي ربك توكل عليه وهو قد وعدك ولن يخلف وعده نعم نعم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلم نفسك لربك واعلم أنه لا يمكن يوم أن تصدق الله في تفويض أمرك لربك أن يخذلك الله نعم هذه الدنيا فيها كثير من البتاعب والمشاق لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن عليك أن تعلم أن هذا الكبد حتى سيصبح الكبد لذة ونعمة لأن الرضا بالقضاء هو السعادة المطلقة ولياذا تجد أن كثيرا من الناس ناس عنده مال وآخر عنده جمال جمال في الأرض جمال في المناظر جمال في ما وهب الله من زوجة وأولاد جمال في كذا ومن الناس من أعطاه الله مكانة وجاها ومنزلة عالية ولكن مع ذلك هو يعد نفسه عنده شيء من النقص نعم نعم صحيح لن تكون هذه الأمور هي التي تسعدك وحدها هذه عبارة عن وسائل تحاول أن تغطي حالة الشوق إلى السعادة أما السعادة الحقيقية الحق فهي من الله لأنه قال وأنه هو أضحك وأبكى السعادة بيده والأنس بيده ومن ظن أنه سيجدها في غير قربه من الله يتعب نفسه يتعب نفسه ولا يجدها نعم نعم كالذي يلهث خلف السراب وليس بواجد ماء إنما الماء والحياة والأنس والحياة الطيبة في القرب من الله أين أنت من ربك أطع أمره اشتنب نهيه فوض أمرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر